شقيقان في النجاح على عرش أوائل الجمهورية في المرحلة الثانوية من مدرسة النهضة في أحد أرياف مدينة تعز محمد والزبير وغيرهما من طلاب ذات المدرسة ممن تصدروا قائمة أوائل الجمهورية محمد وصف لنا شعورك وأنت الأول على الجمهورية اليمنية والله يعني شعور ما يصف والحمد لله هذه ثمرة 12 عام وكنت أتوقع أن أتمي وائل الجمهورية وكان الأهل والمعلمين يحفزوني ويقولوا استمر في هذا المشوار ويقولون إن شاء الله وائل الجمهورية وهذا ما حفزني إلى أن أأتي بهذا المجهود إلا لهم وأنت يا زبير كيف كان شعورك؟ أولا فرحتك بأخوك وفرحتك أنت والله كان شعوري ما بين الفرح والقلق والخوف يعني من طلعت النتائج الأوائل الجمهورية شفت اسم أخي دور اسمي ما لقيتوش فقلست بمرحلة قلق وخوف يعني أفرح وأرجع أفكر في نفسي في إيش بيكون مصيري يعني مرت الساعات كسنين بين خوف وقلق والحمد لله أول ما طلعت عندنا كده قال سأشوف عند باقي دقيقتين وله صاحبي تتصلي قال أنا له يبارك لي طلعت كده يعني كانت فرحة ما تنصفش الله 12 عاما من الجد والاجتهاد والمنافسة بين الأخوين على المراتب الأولى فحين يحصل أحدهم على المرتبة الأولى يحتل الآخر المرتبة الثانية إلى أن وصل إلى المرحلة الثانوية التي تحتاج إلى الكثير من الجهد والسهر ليس بسهرهم فقط وإنما سهر والديهم إلى أنهم حصدوا ثمرة تعبهم وتكلل كل ذلك بالنجاح وليس أي نجاح كان أنا الفرحة كبيرة جدا يعني أنني حتى ما قدرت يعني أتواصل مع أي أحد من أهلي وبس رسلت ومنشور النتيجة للقروب حق العائلة وكلهم يعني ما شاء الله والاتصالات والمباركات ونحن يعني ما تحملنش الموقف هذا صراحة كان الدموع وفراح وصغاريد وكل حاجة بالبيت الحمد لله أوليتوا الاهتمام كثير جدا جدا بأبنائي ورأيتوا أنه هم مشروعي القادم الذي أستثمره ولذلك حرستوا منذ أول وهلا على تعليمهم أولا في المدارس وبنفس الوقت كنت أدرسوا بإنجليزي معاهد بعد الظهر لأن وقت الفراغ ووقت الفراغ يشبب عدم مذاكرة هذا الذي فهمت من خبرة الأيام ولذلك كنت أحاول أن أدرسهم الصباح وبعد الظهر إنجليزي فهذا الوقت كان يساعدهم على أنهم يذاكروا ويستغلوا حتى الدقيقة والساعة التخرج من الثانوية لم يكن محطتهم الأخيرة وإنما هي بداية النهاية كما يقولون فها هما ما انتخرج من الثانوية العامة حتى اتجهى نحو المعاهد للتأهيل للمرحلة الجامعية رغم غموض مستقبلهم في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد إلى أنهم تجاوزوا كل الصعوبات محققين بذلك أعلى المراتب ليكونوا فخرا لعائلتهم وللوطن ككل آملين أن يصلوا إلى أحلامهم ويعودون للوطن بالنفع لبرنامج صباحكم أجمل بيان الطيار